وعلى صعيد التعاون الاقتصادي تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علاقات اقتصادية متينة ومتنوعة تعزز التعاون وتكامل الاقتصادي بينها وتعمل دول المجلس على تحقيق الاهداف الاقتصادية المشتركة بالتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية شكل التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي واستكمالا لما حققته الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون في عام 1981 من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية بينها والتي أنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون في عام 1983 حيث تم تعديل الاتفاقية لتتضمن نصوصا جديدة ومتطورة تعكس قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوجيهاته ومستجدات العمل المشترك ومن الإنجازات الرئيسة خلال مسيرة العمل الاقتصادية المشترك إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي وتوفير مناخ استثماري واقتصادي مناسب لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لذلك برزت أهمية تنسيق السياسات النقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية هذا وقد تبنى الدول المجلس مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات منها ممارسة الأنشطة التجارية في مجالي التجزئة والجملة وتملك الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة وتشجيع الاستثمارات البينية والمشتركة وإزالة العقبات التي تعيق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس بالإضافة إلى ذلك توحيد القوانين التجارية كما تعمل دول المجلس على تنسيق النشاط الصناعي فيما بينها ووضع السياسات واقتراح الوسائل المؤدية إلى التحول الصناعي للدول الأعضاء على أساس تكاملي العلاقات والاتفاقيات والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي تعد أحد أهم ركائز التعاون الإقليمي في المنطقة هذا وتستمر دول المجلس في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بالتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وتنمية القطاعات الأخرى ترجمة نانسي قنقر